عقدت المجموعة الوزرية لتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوة للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة التفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية في إطار جهود الدولة لتنمية الصناع عقدت المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوة للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم والعمل على توفير قروض وتمولات ميسطرة لتطوير وتحديث الألات والمعدات وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها والعمل على إلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية خاصة في ظل صدور قرار بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناع والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وشكلت الحكومة خطة عمل مكبرة لبحث خطوات توطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناع والنقل كامل الوزير أعلن عن توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربية والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد والتي تشمل مناطق الفشن الجديدة والمينيا الجديدة ونجا حمادي الجديدة وتشجيعا للصناع أعلنت الحكومة عن خطوات للتعاون مع شركات للقطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة خمس سنوات وأن المنتج يتم استراده حاليا كما تم تخصيص أراضي صناعية مرفقة للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان للترحيل المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية واستجابة لطلبات المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية أكدت مصلحة الجمارك عن دراسة للتعديل اللائحة تنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة وتماشياً مع جهود الدولة لإتاحة وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبعي بالمصانع إجراءات تنفيذية تسعى بها الحكومة لتنفيذ برنامجها الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة